أنا برأ أو بشوف يعني على مواقع التواصل الاجتماعي هناك بعض المحاولات للتنويم المغناطيسي ودي دايما بتحصل دائما ما قبل المباريات المهمة والمباريات الصعبة خصوصا مثل هذه المباريات اللي هي مباراة واحدة ببطولة هتضاف إلى رصيد النادي الأهل إن شاء الله لو ربنا كرمنا وقدرنا نكسب فدايما بشوف أن الاتجاهات كلها بتبقى رايحة في اتجاه اللي أنا أنايب لعبة يا جماعة ما تقلقوش ده نادي الرجاء نادي ضعيف نادي الرجاء واحد من أقوى وأهم وأفضل الأندية الأفريقية على مدار سنوات طويلة جدا جدا نادي الرجاء المغربي واحد من أهم وأفضل الأندية في المغرب وفي أفريقيا واحد من أكثر الأندية حصولا على البطولات في المغرب وفي أفريقيا وبالتالي مهما كانت الظروف ومهما كانت الأمور لا تأمن لا تأمن النادي الرجاء المغربي نادي الرجاء المغربي نادي كبير جدا جدا ولعبته بيبقى ليهم وضع مختلف وشكل مختلف في الملعب زي ما بنقول كده احنا ساعات تبقى عندنا اللعيبة داون شوية أو قلين شوية بنقول لا لكن روح الفانيلا الحمرة عندهم برضو في المغرب الرجاء المغربي نادي كبير نادي له اسم كبير جدا في المغرب وبالتالي محدش يسمع هذا الكلام كلمنا مع كثير من اللاعبين خلال الفترة السابقة وحذرناهم من هذا الكلام كابتن سيد عبد الحفيز كل يوم تقريبا بيحذر من هذا الكلام كل المسؤولين بيحذروا من هذا الكلام لانه كلام غير منطقي الرجاء المغربي واحد من اهم واكبر وافضل الاندية في المغرب وفي افريقيا وبالتالي مباراة صعبة مباراة مهمة مباراة ببطولة تسعين دقيقة ان شاء الله بعيدا عن ركلات الجزاء تسعين دقيقة ربنا يكرمنا فيهم ونقدر نكسب لان زي ما قلت لحضراتكم دائما لغة كرة القدم او هي لغة كرة القدم هي الاهداف ولكن دائما كرة القدم فيها تلات نتائج مش نتيجة واحدة احنا دائما كاهلوية بنبص ان شاء الله ان احنا ربنا يكرمنا ونكسب ولكن دائما كرة القدم لها تلات نتائج تكسب تتغلب تتعادل تعادلت يبقى هتروح لركلات الجزاء وبالتالي كل الامنيات الطيبة لكل اللاعبين بكرا ان شاء الله عشان كده النهاردة في الجزء الثاني من هذه الحلقة هيكون معايا كريم سعيد واحمد ثابت ليه كريم سعيد واحمد ثابت علشان اوري حضراتكم ان الرجاء فريق قوي وان كل ما يكتب على سوشال ميديا فهو ما هو الا حاجات من التنويم المغناطيسي للاعبت النادي الاهلي ما تشغلوش بالكو تقلقوش ده ما عدش سهل انتوا رايحين نوزها وراجعين هذا الكلام غير صحيح هذا الكلام غير صحيح وده امام حضراتكم التشكيل الامثل من وجهة نظركم للاهلي في مواجهة الرجاء غدا ان شاء الله بالسوبر الافريقي كريم وسابت مع الشاطر ده الهاشتاج اللي حنستنى رأي حضراتكم عليه بالنسبة للتشكيل الامثل للاهلي في مواجهة الرجاء في السوبر الافريقي في مباراة غدا